طب هنا عندي بقى سؤال يعني بتختار لهم المقطوعات اللي بلعبوها ازاي؟ اول حاجة لازم الهوية بتاعتها يعني ما ينفعش طفل زي ما سمعنا الاغنية بتاعت محمد مونير اللي هي اصلا مزيكة بروسعيدي ايو اتبر بروسعيدي انا لازم باعرفهم عندنا بروسعيدي ازاي؟ وعشان هي عمل ناجح بياخدوا الفنان بالزبط وعمل بي شغل حلو جدا وجودة وده تراصنا اه طبعا بس فاحنا اولى بتراصنا من برا فلازم نبدأ تراصنا كبروسعدي وتراصنا كموسيقى عربية انا يعني انا دارس طبعا في الكلية الموسيقى الغربية وموسيقى الشرقية طبعا هنا هم لازم يلعبوش غربي عشان بنواكب برا اه بس ما ينفعش نطلع برا عباية الموسيقى العربية اوكي ولازم هم يعرفوا لان هم بيبقوا صفرة لنحنا في وسط الجيل بتاعهم فمن الوقت يعزف حالة دي بتاعت مين؟ عبدالحلق لون هو هو ده لما تلاقي طفل فيفضل طول الوقت التراص الموسيقى بتاعنا حضر عندهم بالزبط ما يغيبش وبنحاول نحط له رؤية تتوافق مع الالات اللي معاك تتوافق مع مستوى الولاد اللي معاك بحيث باستمرار هو بيعمل حاجة المتلقي زي حضرتك او اي جمهور كريم بتلاقي الموضوع مبسوط زي ما حصل لما احنا عملنا في القطر بتاع العاصمة يعني احنا جبنا اجدت حاجة مصر عملها مع حاجة قديمة لعبدالحليم وكانت نجحة والناس كلها كل الكومنتات اللي جات لنا كلها يا جماعة انتشروا يا جماعة في كل حتة لما الفيديو بتاع القطر ده لف مصر كلها ما شاء الله يعني مش هنا اي حاجة خشف فيه تسلم ربنا بالفعلة لا والله بجد حاجة حلوة خالص طب ما بتصادفش احيانا مسألة انه لما بتيجي تخليهم يلعبوا مثلا موسيقى بتاعتنا عبدالحليم مثلا موسيقى برسعي دي ايا كان انه الاجيال دي كمان بتسمع موسيقى تانية حاصل وبتسمع حاجات غربي اكيد كتير طبعا ما بيدلوكش احساس بانه ايه ده دكتور الحاجات دي قدمت ما عايزين نسمعها كزا ونلعب لاغنية كزا وفلان وعلان ومين اللي في كوريا ومين اللي في امريكا ومين اللي في فرنسا بص هو يعني لازم يحصل بس الفكرة كلها الاول بيقوم متخدين بس لما يشوفوا نجاح اللي هم عملوه قدام الناس يعني لما قولهم انا فيديو عبدالحليم بتاع القطار حقق الفيوز دي كلها وعمل الحاجات دي كلها بجد اعملنا حاجة ان شاء الله هنسمع برضا في كزا حاجة قديمة في رؤية احنا عملينها فالناس بتحبها هم مش عايزوا لك الأطفال سعدة جدا الطفل عام زي الوردة الوردة حساسة جدا تحطها في اقضاء شوية تسقيها ومية تغير المية تلاقيها طفل كده انت بتسقيه بقى بايه حب وحنان وثقة في النفس وتشجيع فيحب هم دول صفر بتاعنا في الجيل وبعدين احنا مثلا فيه اكيد في كل مجتمع فيه حاجات مش كويسة في الثقافة فيه حاجات مش كويسة اه انا مقدرش اقول عليها هي ايه لكن انا كل اللي قدر عامله ايه ان انا اظهر الكويس ومن ظهور الكويس الناس والله بيتميل ناحية ده وبيتتيب ده انا معيك الناس هتميل ناحية الحلو اديلهم حلو هياخدوه لكن هتيجي تماما تديلهمش حاجات حلوة وتقولي اصلا زوقهم كده لأهم زوقهم مش وحش ولا حاجة هم زوقهم هيطربت باللي بتقدمه لهم حسن